هل يجب على المصلي أن يقرأ القرآن على الترتيب الذي نزل به بين الرجعة الأولى والثانية؟ أولاً ترتيب النزول لا يعلمه كثير من الناس تقصد ترتيب المصحف وهذا ليس بواجب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة افتتح بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بآل عمران لكن لا شك أن هديه الدائم والمستمر كان على الترتيب فإن نتبت فذلك أولى لك فأولى وإن خلفت أحياناً فلا حرج بارك الله فيك